مرحبا فيكم فترة كشفت أرقام المجلس الأحصائي الخليجي عن إحصائية بين استحواذ مملكة البحرين على 40.5% من حركة السياح البينية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبذلك تكون البحرين في المرتبة الأولى خليجيا وبيّنت الأحصائيات الأخيرة لعام 2021 أن عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون بلق مليونين ونصف والبحرين حصلت على حصة فوق المليونين تقريبا يصادف 8 فبراير اليوم العالمي للإنترنت الآمن وذلك لأهمية التوعية للاستخدام الآمن عبر الإنترنت وهو يوم يتم فيه توضيح الاستخدامات الإيجابية والسلبية للإنترنت ليكون المجتمع بكل فئاته على علم وثقافة عالية بالإنترنت وأسراره والطرغ الصحيحة لاستخدامه وفي آخر أخبار وتسريبات التكنولوجيا لليوم تقارير صحفية عالمية تحدثت عن مفاجأة كبيرة في الربع الثالث لهذا العام تخطط لها شركة وين بلس بخط جديد في عالم الهواتف الذكية وهو عبارة عن هاتف ذكي قابل للطي طبعا رواد المنصات الرقمية اعتبروها خط وجريئة ومتحمسين جدا لهذا الهاتف ومع أكثر المقاطع تداولا عبر منصة تويتر مقطع لطريقة تشكيل الحديد من خلال ضربه عدة مرات بطريقة مختلفة وبزوايا عديدة بأداء كبيرة ليتم في النهاية تشكيله دعونا نتابع اشتركوا في القناة مشاهدين نوصلنا معاكم لختام خلقتنا لليوم وقبل نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة وبأقام البرامة التي تقدمها قنوات وذاعة البحرين عبر تطبيق بي اش تي في ان راديو مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة